ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال النهاردة جايلكم فيديو جديد ان شاء الله كده يا رب ينول اعجابكم ايه فقفها لابسة وراحها على فان يا بنت البلد دي حسن من غير هتقى طبعا انا كنت رايحة في اليوم ده وتشتري المشترين بتاعة التلاجة زي ما قلت لكم الفيديو اللي عادة عشان طبعا بصوا المطبخ كلمة فيدي فيدي شوية فالمهم جمعت حكت كلها كده وقلت بقى ان شاء الله كده بصوا الفيديو ده هيعجبكم جدا لان كتبت لكم الاسعار بتاعة الحاجة كده هتشوفوا دلوقتي معايا فهقول لكم بس انا الاول رايحة فين انا رايحة المحلاوي فين المحلاوي ده ويوفاكك العادة بقول لكم في مسترد في مسترد يا جميع المحلاوي اللي هو في مسترد المهم بقى انا حملت البرنامج اللي بيعرفني ايه اللي مقطعة وايه اللي مش مقطعة والكلام ده كله والحمد لله المرة دي يعني الدنيا زبطت معايا كده اه تعالوا بقى اقول لكم انا جبت ايه اه بصوا بقى اللهم صالح على النبي يا رب اه طبعا كنت محتاجة شوية حاجات برضه كمل عليها الحاجات اللي في الفريزر وكده فبرضه جمعتها معايا تعالوا بقى نبتدي باول حاجة انا جبت كيس السمك ده اللي هو الفليه عامل خمسة وسبعين جنيه معايا زي ما انا كتبالكو كده دوت عامل خمسة وسبعين جنيه وجبت طبق الرنجة دوت انا جبت بس التلاتة دولت الوزن بتاعهم عملي 80 جنيه طبعا انا كتبالكو كل حاجة عشان لو نسيت حاجة يبقى الحمد لله انا كتبالي بصوا الطبق الفراولة دوت لقيت الطبق دوت كده عامل 20 جنيه فالمهم اللهم صال على النبي يا رب انا جبت طبقين كده عشان بحب ان انا احطه في الفريزر اجري مثلا طبق كده ولا حاجة اخسله واقوم عامل لهم ايه اه شفشاء عصير البطاطس ديت اه انا جبتها اه وزن اتنين كيلو نص الكيس على بعضه عامل اتنين كيلو نص هي كانت غالية شوية اه عامل خمسة وتسين جنيه اه انا ملاقيتش طبعا اللي اللي انا كنت بجيبه معاكل اللي بيبقى عارض كده بس ده على فكرة ان هو حلو جدا يعني اه فقلت اجيب بطاطس كده كيس يعني واحد ولا حاجة للفطور يعني اه ديت اه جبنا موزاريلا اه موزاريلا اه بننطقها غلط كلنا الكيلو عامل تمانين جنيه اه فجبتها كده وحطتها في في بتاع دوات بحب ان انا احطها في علبة علشان اخد منها يعني اه اللي انا عايزيه ما بحبش ان انا سبع في الكيس كده زي ما هي طبعا عارف ان انا بشتغل بيها ما عارفش النوع دوات حلو ولا لا انا قلت بردك ايه اجربه كده اه في نوع بيبقى مسفر كده شوية وفي نوع بيبقى ابيض كده زي ما انتم شايفين دوات اه فالمهم اللهم صالح لنبي يا رب اه احطه بقى في الفريزر زي ما اه حطيته كده في العلبة اهو وخلاص على كده انا بحب طبعا افضي كل حاجة كده في العلبة اه بتبقى بنظام كده وبحب ان انا طلعها الحاجة وانا ايه منظمها بدل ما شيل الحاجة زي ما هي كده وارجع تاني اقوم جرى الحاجة وامطلقها والكلام ده كله اه فلا يعني كده احسن لي احسن لي بكتير يعني عايز اقول لكم انا انا حملت البرنامج انا مش عافة انا اقولت لكم في اول الفيديو ولا لأ المهم حملت البرنامج كده بتاع البداية البتاعة المقاطعة وبصوا هنا الزبدة ديت عاملة مية وتسعين مية وتسعة الزبدة عاملة مية وتسعة هي كيلو كيلو بالزبط يعني بيبقى وزن كل اه بتاع دوت كده اه غير التاني يعني فالمهم الوزن ده كان عامل لي اه كيلو بالزبط الكيلو عامل مية وتسعة انا بحبها هي خليط اه اه نيوزلندا هي خليط يا جماعة فانا بحب ان انا حط منها مثلا من قطعة كده ولا حاجة اه على الاكل وبحب ان انا كمل بالزيت زي ما انتو عارفين وعايز اقول لكم قالب الزبدة ده بيكفي معي الشهر كله بصوا بقى انا عايز اقول لكم على حاجة كده هتفرحكم انا لما روحت اتصدمت من حاجات كتير اللي هو ايه الزبادي الزبادي اللي عليه مقاطعة عايز اقول لكم بخيره بخيره زي ما هو مش مش بقول لكم لابا نوعه بخيره الزبادي نوعه بخيره لأ بخيره ان ايه الحاجة محتوطة زي ما هي اه حاجات كتير حاجات كتير جدا 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 اه وشاي لبتون شاي لبتون زي ما هو اه الحاجات اللي عليها مقاطعة عايز اقول لكم زي ما هي وعملينا عليها عروض يعتبر منازلين فيها كتير جدا عشان تتاخد وهي برضا زي ما هي محتوطة فكنت مبسوطة اه والله العظيمه ده شجعني اكتر وفهمني برضا ايه اللي مقاطعة واللي مش مقاطعة اه والحاجات بقى اللي ايه مش مقاطعة اه هي اللي بتتاخد يعني بس برضا في حاجة دايقتني ليه علو الاسعار يعني مثلا الحاجة اللي احنا هناخد منها الاسعار بتاعتها عالية فليه الاستغلال دوت اه اكيد انتوا معايا في الحتة ديت انا زعلت برضاك من الحتة ديت يعني انتوا كده هتخلوا الناس اللي بتغلي دي الشركات اللي بتغلي انتوا هتخلوا الناس ترجع تاني للحاجات اللي هي مقاطعة تاخد منها اجباري. بص يا جماعة ده لانشون بيف المراعي. آآ اللي عامل مية وتسعة. فاجبتي منه كده طبقين. آآ فهرجع برضك للكلام بتاعنا. آآ طبعا كنا بنجيب الشاي العروسة مش فاكرة كان عامل خمسين جنيه ولا آآ 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 اربعة وخمسين حاجة زي كده. انتو عارفين يا جيباب كم? عاملاي جيباب خمسة وستين جنيه. الربع. الربع. فالحاجة عالية جدا بسبب ان بقى الضغط عليها. فده طبعا حاجة من الحاجات الوحشة وهيخلوا الناس ترجع تاني. تنسى موضوع المقاطعة او مش المقاطعة وترجع اجبار تجيب منها غزبا عنها. بسبب الحاجة عالية جدا. فطبعا اعايز اقول لكم معظم الحاجات اللي انا جيبتاها ديت ما فيش عروض الا ان الاسعار عالية. مش اقول لكم لأ. لكن الحاجات اللي معاملة عليها مقاطعة مرخصينها جدا عشان طبعا اعدت. اعدت. فبردك انا اوحت وقلت لا ان شاء الله انا برضك هجيب الحاجة اللي مش عليها اه مقاطعة. ونشجع منتج بلدنا جدعين بقى. جيبنا براميلة هي عاملة مية خمسة واربعين جنيه. اه جبت منها الطبق دوت. عشان انا بحبها جدا. اه ما فاللي دايقني بس ان الاسعار عالية اويا يعني. يعني بيستغلوا الفرص. هو ده بقى عيبه. هو ده عيبه. اه الناس تكون ماشية صح. يجبروا الناس تانية هتمشي ايه? اه غلط بقى. دي جيبنا رومي يا جماعة عاملة ميتين وعشرة. كتبالكو برضك الاسعار اهو عشان لو تهتي يعني في الكلام معيكو. فالمهم قلت خلاص لو مثلا اجيب كميات اكتر من كده طالما الاسعار بالنسبة لعليت. خلاص هقلل من الايه من الكميات اللي انا بجيبها. آآ وبردك مش هنروح للحاجة اللي عليها مقاطعة. عايز اقولكو كانت مغرية جدا بسبب يعني في حاجات نازلة نص في السعر. بس بقيت مبسوطة ان الحاجة قاعدة بخيرها كده والناس فعلا عاملة مقاطعة فعلا. مش مش هقولكو يعني مش هقولكو الناس قليلة لأ الحاجة كتير جدا دي جبنا ملحي خفيف في الدوار. عاملة خمسة وتمانين جنيه جبت منها طبقين. آآ بس بصوا بقية جميع. انا اسمت كده لحاجة ديت نصها هحطه في الفريزر ونصها هحطه في التلاجة من تحت عشان اجر منها. آآ بصوا دوات دي سلطان عامل تمنتشار جنيه عايز اقول لكم دي ده انا جربته قبل كده التحفة وسعره حلو معقول. آآ انا جبت ليه اربعة كيلو جبت اربعة كيلو عشان هعمل معيكو بردك مع الجنات. انا بفضي اتنين كده وبسيب اتنين زي ما هم عشان بحتاج كيلو مسلا للبيزة. بحتاج كيلو للارئيش. فسبت بدل ما هرجع ان انا اوزن تاني واخد منه. فسبتهم احتياتي كده قلت يعني يمكن اعمل معجنات ولا حاجة معيكو. خلاص آآ بحب ان انا اجيبه كده. سعره كان عجبني جدا فقلت خلاص ايه اجيب منه اربعة كيلو. حطيته في العلبة بتاعت الامر ديت اللي انا غسلها معيكو بخليها زي الفل. هنا ديت شعرية آآ كايرو عاملة تبانين جنيه. تبانين جنيه. ايه لا ركز يا وفاق. ده الحمد لله انا ركت بب سبب انا مش بسببكم انتم. شعرية كايرو عاملة تمانية جنيه. آآ دماغي لفة في حياة كتير وعايز اكلمكم فيها قبل ما الفيديو يخلص يعني عشان انا مسترع على الفيديو ده عشان ما يطولش. جبتي اربع كياس شعرية. آآ عاملة تمانية جنيه زي ما قلت لكم دي مكانونا لمتنا مع لهاش مقطع يا جماعة. دي مش طبع المقطع خالص او انا يعني الحاجات اللي انا عرفتها مش مقطع بحب ان انا عرفها لكم. والشعرية اللي هيكايرو. برضك مش مقطع. اهو. يلا يجدعا نشجع منطق بلدنا. حتى لو علق علينا شوية وتعبونا معلش نقلل من الحاجة وناخد وربنا يهدي الحال يا رب. آآ دوت بقى آآ الرز دوت اسمه ميس كرما. الشكارة عاملة آآ آآ خمسة كيلو. انا جبت طبعا اتنين. انا جبت شكرتين. لاني طبعا انا آآ يعني آآ خلال طول الشهر. انا جايبة الحاجات دي ات للشهر يا جميعا. آآ خلال طول الشهر انا بجر منه آآ يعني حوالي آآ تمانية كده يعني تمانية كيلو ولا حاجة. المهم جبت شكرتين. آآ آآ عاملين مية خمسة واربعين جنيه. اهو. عايز اقول لكم الحباية دي. انا اول مرة جرب الرز ده. وكنت يعني بسيت كده على الرز من بره وشكله. ما شاء الله الحباية بتاعته حلوة. حتى حبيت ان انا ورهالكو دلوقتي. عجبتني جدا الرز بيبن من شكله. انا كنت الاول ما بركز في الحباية بتاعت الرز لو تفتكره. واجيب اي نوع مسلا يقابلني اي نوع عليه العرض الكلام ده. لقيتها بتفرق طبعا في السوا وفي جمال الرز كده وانت عمليه. المهم بفضيته في العلبة دوت. آآ لو هيقعد معاك كتير طبعا بحط اللي هو الورق اللورة ده بيقعد معاك يعني متقليش منه. لكن انا عارفة ان مش هيكمل معاها يعني اخلص. هنا آآ هنا جبت اللبن اللي هو البشاير دوت. عايز اقول لكم انا جربته قبل كده واعجبني. آآ بصوا انا جاي بيا عشان عيالي يشربوا منه في نفس الوقت لو مسلا حبيت اعمل منه بشامل جلاج لأي حاجة. بس اي منه كده يعني دي طبعا حلو. الكيسة عامل اتناشر جنيه. انا جبت حداشر واحد. اهو. حلو يعني يقعد معايا في التلاجة كده. وشفت الصلاحية بتاعته عادي المدة بتاعته او هكمل بها وكده. يعني قصدي ايه هيكمل هو معايا يعني لو طول هيكمل لسه الصلاحية بتاعته تمام. دي نشا كوكس ولا كوكس. مما عاملة ستاشر جنيه. ده ربع كيلو. اهو طيارتي شوية حلوين. محترمين يعني بس يلا مش مهم. آآ اجبت الربع دوت الربع ده بيقعد معايا حبة حلوين عشان طبعا انتوا عارفين انا بحتاجي نشا في حيات كتير. لرز بلبن. لي مثلا لحاجات كتيرة عامة يعني سعب بحطي للسمك للكلام ده كل. دوت ملح الكيسة عامل اتنين جنيه. انا جبتي الله مصال على النبي يا رب جبت خمسة منه. وتعالي بقى ست الكل يا اللي قلتيلي الفاين فوز ده مش مقطعة. لأ انا بعد ما جبتها. طبعا الحاجات دي بقى انا بعدت جبتها من تحت. ما جبتاش معايا لاني ما لقيتهاش في في المحل. لقيت ماجي والماجي عليه مقطعة يا جماعة. فما جبتهوش. فحد فيكو كتب اللي قال لي الفاين فوز يا وفاق دوت مش عليه مقطعة. انا جبتها بعد ما جبتها. شفت في البرنامج لقيته مقطعة. فالله سامحي كاللي كتبتها لي. يعني اديك اهو طلعت زي مش عارفة. عامل ايه طيب? قلولي اديك وهو طلعت زي. يعني فيه ناس بتكتب لي غلط اهوة. اه دوت شاية عروسة اللي انا فضيته. التمنى عامل اتنين وعشرين جنيه. ودوت تحينة نص كيلو تحينة عامل سبعين جنيه. ففي ناس برضك لحد الان مش عارفة ايه اللي مقطعة و ايه اللي مش مقطعة. فاللي مش متأكد يا جماعة بلاش تكتبوا. لان انا بمشي وراءكم وروح اجيب. عديني بعدت جبت من تحت. وبعد ما بعدت جبت بكل ثقة على كلامكم. آآ لقيتها مقطعة. يعني بقى بحط كده البتاع دوت آآ البرنامج وبشوفها مقطعة ولا? لقيتها مقطعة. فخلص. قلت خلصها ومش اجيبها تيه. آآ هنا بقى جبت السكر. ده السكر ده مرضو بعدت جبته كده من تحت. لان فيه حاجات ما جبتهاش من من السوبر ماركت ودول شوية كانوا عندي من الاول. فباملة بقى الحاجة لان الدنيا فاضية عندي. طبعا انتم عارفين السكر عامل سبعة واربعين جنيه. وفي اماكن تاني يعني اغلى من كده. قفل خمسين جنيه. فربنا يلطف فينا يا رب يا جماعة. ربنا يلطف فينا والله. آآ هنا جبت الخلي دوت. ده خلي تليده. آآ عامل عشرة جنيه. وجبت ازازة تانية برضك نوع تاني. آآ بصوا ما كانش عندي بتاع دوت برضو. دوت خلي ازيس. يعني واحدة واحدة اسمها تليده بعشرة. واحدة اللي هي التانية دي الغطى بتاعها اخضر. آآ اسمها ازيس عاملة اربعتاشر جنيه. آآ جبت ربع كيلو. لا جبت تمن كيلو كوزبرة. هي نجيل حاجة الوحيدة آآ اللي ما كانتش في التواب الموجودة عندي. البطرمان ده عندي انعواك كده في صيح مني شوية. دي جبنا آآ مسلسات ديري. آآ آآ عاملة عشرين جنيه. بس عايز اقول لكم تلاقي التحفة وندمت برضك ان ما جبتش تاني. طعم ما تلاقي جميل جدا. آآ جبت بقى بصوا جبت شوية حاجات بقى اللي انا بقى بعت كل شوية جيب. جبتي آآ اربع كياس خميرة. اربع كياس. آآ تلك كياس بانيليا من ده. وتلك كياس بانيليا بالبرتقان. كده يعني برحة البرتقاني. وجبت بكنبودر آآ كده. عشان الحاجات دي انا بحتاجة على طول يعني في الحلويات والكلام ده كله. وكمان جبت زبيب. الزبيب دوت الكيلو عامل خمسة و تلاتين جنيه. انا جبت نص كيلو. عشان بحب ان انا احطه كده على الرز بلبا اللي عيالي. بنحتاجه طبعا في الحلويات في حاجات كتير. فجبت منه حبيت الزبيب اللي هي كبيرة ديت. سبحان الله يعني هي بتبقى ارخص من الحبية السغيرة. بس انا بحب الكلام ده. بحب حبيت الزبيب اللي بتبقى كبيرة ديت. دوت بسكويت نواعم بجيبه كده احتياط الكندة لما كن مسلا لسه ما عملتش اكل ولا حاجة بحب ان انا عمله لها وجبة. آآ عامل اتنين وعشرين جنيه. آآ هنا جبت الزبادي ده عايز اقول لكم انواع الزبادي كلها احترتي فيها. كلها لقيتها مقاطعة مقاطعة لحد ما لقيت جهينة. ده جهينة مش مقاطعة. اتنين وتلاتين جنيه. آآ العلبة فيها ستة ستة علم. بالمم فيها ستة علم. آآ الستة بعملين اتنين وتلاتين جنيه جهينة. آآ جهينة مش مقاطعة يا جماعة. اهو. آآ جبت لها منها طبعا اتناشر. قلت خليهم كده في التلاجة عشان بحتاجهم. آآ هنا دوت الجيركن دوت بتاع الكاتشوب. آآ جبت برضك كده على بعضه عشان انا عايزة اقول لكم اصلا ده ما بيعودش معاينا عيالي بيشربوه شرب كده. والله انا بابا مش حابة ان انا عشان هو فيه املاح والكلام ده كله. آآ بس بقى ايه جوز يقول لي لأ هتي عشان العيال عشان ما يزعلوش بيحبوه. المم دوت عامل تلاتين جنيه. وما بيكملش معايا يعني. هم بيشربوه شرب كده. انا مليش فيه سبحانك يا ربي. يعني فين وفين لما بدي ايدي كده وما انا باكل بطاطس ولا حاجة. المم مليت الازاستين دول. انا الحاجة آآ بحطها في عيلة بقى في ازاز وبزبطها معيكم. وبدخلها رصصها في التلاجة على طول. آآ زبطت بقى كده اهو. بشيل الباقي زي ما هو كده في الجركل. آآ وبدخلهم التلاجة. بناخد بقى العيلة ديت. الازاز ديت كده. خلاص على كده. تمام كده. بيه تاني. آآ الفينو دوت عجبني جدا. الفينو ده الكيس عامل سبعتاشر جنيه. بس طبعا احسن من اللي برة. سواع الفينو كده. الواحدو مليان كده. وحلو. ليه طعم حلو عن اللي احنا بنجيبه. اللي احنا بنجيبه اصلا غيلي برضك. آآ الفرق بينه وبين دوت اتنين جنيه. فلا انا يعني مسلا العشرة اللي بجيبهم من برة. الفرق الفينو ده سبعتاشر جنيه. والشوكولاتة عاملة ستين جنيه. بص انا جبت الكيس التاني ده ضايت ليا. للضايت يعني اما نشوف. اما نشوف هيبقى فيه ضايت ولا ما فيش ضايت. المهم انا جبت الكمية ديت عشان اشيلها في انا حبيت ان انا جيبها للحلويات وكده. لما بعمل مسلا دوناتس بعمل بالشوكولاتة. بحب ان انا اخد منها. وصحاب بيعملوها سندوتشات عادي. فالله المصال على النبي يا رب. البطرمون دوت. العلبة دي عاملة ستين جنيه. المرة الفاتج كان عليها عرض كنت اجيبها بخمسين جنيه. فالمهم ما قلتها خلاص الله المستعان يا رب. ويه ويه جبت آآ عاز اقول لكم تقعد معي بردك طول الشهر هي حلوة يعني. يبطلهم نص كيلو بسكوت دوت بص مشكلة بقى كده يعني آآ واحد نوع بالشوكولاتة نوع بالكريمة. آآ دوت بسكوت بالو او بالو. آآ عامل آآ بتمانية وسبعين جنيه نص كيلو. آآ نص كيلو بيرمي كتير يعني رمى كتير مهم نوعتي لهم بقى كده انوايا. اهو بسكوتك. يلا هات يا مومة بسرعة وقفالي مستنيه. آآ عملت ورهول. قلت لأ انت مش باينة مش باين منك اللا ديك بس. يا اوزع. المهم بقى شلته كده اه انت. آآ هنا جبت الزيت دوت الزيت ده عجبني جدا يعني نضيف كده زيت اسمه بردك سلطان عامل خمسة وخمسين جنيه الكيلو. الكيلو منه عامل خمسة وخمسين جنيه جبت تلاتة. عشان كمان يعني في في اول الشهر احنا هنجيب التموين يعني. مش عليه مقاطعة الزيت دوت بردك. آآ دي مناديل صوفت روز. آآ التلاتة علب مناديل عاملة خمسة واربعين جنيه. عايز اقول لكم حلوة جدا وما هلعاش برضو مقاطعة. وفي نفس الوقت آآ العلبة حلوة بتقعد معنا كتير. آآ جبت بردك المناديل ديت اللي هي آآ بياخدوها للخروج وكده. آآ عاملة بتاع دوت آآ خمستاشر جنيه. هنا الكروس دوت لكوكا امور كده وعالسود زيها عامل خمسة واربعين جنيه. جبته لها عشان يعني عايزها تلبس الحاجات دي شوية بدل الكوتشيات وكده. تتعود يعني. وهنا جبت البيت دوت. انا جبته طبقين لاني على مدار الشهر انا بجر الطبقين دولت. فالطبق العامل مية خمسة وتلاتين جنيه. اهو. آآ طبعا انا هشيل واحد زي ما هو كده في التلاجة مش هاجي جنبه. وآآ همسك بس طبق واحد هفضيه بقى عشان انا بستخدمه. انها كنت بشوف ايه الورقة دي ومكتوب على ايه كده كل حاجة بحب ان انا نفهمها يعني. آآ قلت بس همسك طبق واحد هفضيه. عشان انا طبعا ليه جايبة آآ طبقين. بحتاجه طبعا في الاكل في البشاميل اللي انتو عارفين بقى الكلام دوت في الجليج آآ في طور عشا. بقى منا احنا ما بنستغناش عن البيض يعني في التلاجة. فبيبقى كده الوجبة بتاعتك اللي ايه اللي تحت ايديك يعني بيبقى حاجة كده سهلة تحت ايديك موجودة على طول. آآ المهم فضيت كده فضيت البيض عايز اقول لكم في نوع بيض ارخص من ده بس مش متغلف كده. يعني تقدي عادي بالعشرة بالعشرين بس مش متغلف كده فارخص شوية. فانا جبت ده عشان طبعا الطريق كده فاستحمل يعني مجررهش حاجة. بس يا جماعة بديل الكلوروكس كولوريك 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 آآ بجمع لكم بخمسة وعشرين جنيه تنيل ريتل. بديل الكلوروكس كولوريك بخمسة وعشرين جنيه. فالفافيتا ده هو يا ربكم اسمه بس صحش من بعض انت واضحك على اسمه فالفافيتا. آآ آآ خمسة وستين جنيه. آآ جميل جدا. تمام? الليف دوت آآ الليف الموعين دوت آآ طايم كيلين عامل تلاتين جنيه. آآ التلاتة دول عاملين آآ تلاتين جنيه. عايز اقول لكم الليف ده عجبني جدا وبحب اجيبه الانواع اللي بتبقى خشنا كده وبتستحمل معايا يعني. جميل جدا. آآ بص يا جماعة مسحوق ليدر آآ في حد فيكو جربه وقال لي تحفى وفاقه جميل وبينظف معي ليدر المرة دي الكيلو عامل تسعة وتلاتين جنيه. جبته في مرة كان ارخص من كده كمان. وكان عرضه حلو. ليدر مع لهوش مقاطعة. تمام? ليدر آآ مش طابع المقاطعة خالص. آآ فبدي يعني بدلا ما تجيبي الاريال او تجيبي مثلا البرسيل الجيل. ليدر تحفى جدا. في حد جرابه وقال لي لا يا وفاق ده نوع مش حلو جدا والله يبقى كل واحد حر في رأيه. انا بالنسبة لي تحفى جدا ومطلع للبوع مخل الدنيا زي الفول. آآ بس كده يا رب الفيديو كنا عجبكم استنيوا اللايك وكومنتوا وقولك معالفة سليمة واستنزال الفيديو جديد.